تقول الله على المناسب على الكراسي روحوا من حدام ما نشترك لها الموت بهذه الكلمات عبر مواطنون عن الوضع الذي تعيشه المدينة في ظل استمرار غياب خدمات الكهرباء والمياه بالإضافة إلى تدهور خدمات الاتصالات غياب الخدمات جاء بالتزامن مع انتشار متسارع للأوبئية والحميات راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين في المدينة وأمام ترد الخدمات تظاهر العشرات من أبناء مديرية التواهيب العاصمة الموقتة عدن مرددين هتافات مناوية للتحالف السعودي الإماراتي والمجلس الانتقالي الذي يبسط سيطرته الفعلية على المدينة بقوة السلاح منذ انقلاب أغسطس آب 2019 وعلى الرغم من إعلان المجلس الانتقالي إدارته الذاتية لعدن إلا أنه لم يقم بأي جهود بل مستل للتخفيف من معاناة المواطنين المهددين بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا وهو أمر دفع بعض المستشفيات إلى إغلاق أبوابها بعد تسجيل حالات إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تعيش العاصمة الموقتة وسط جحيم غياب الخدمات من جهة وانتشار فيروس كورونا من جهة أخرى فيما يذهب التحالف بعيدا في سياسته التي ليس من بينها توفير الخدمات مستمرا في إسناد القوات المتمردة المسيطرة على عدن والتقويض ما تبقى من حضور الحكومة الشرعية